كالكي صار لي في في الدربدة في هذا جنب الكرة الأرضية مواقف بصور تيجي عندي واحدة يقول لي السلام عليكم انت بتحب سياحة هنا انت من وين انا ساكن هنا في الدربدة لكن ممكن اصلا ليه سألك سؤال عن السياحة ما هي المدن السياحية في المغرب وكلافاز وكلافاز قتلي انت كسبت معنا الحين كسبت معنا ثلاثة يام في فندق سياحي اما في طنجة او في قدير او في مراكش شكرا قتلي الله عشان تكمل تكمل الاجراءات لازم تمشي معنا المكتب ويعطوك الاجراءات يعطوك الهدية مشيت للمكتب يعني مؤجر يعني مخربق شوية مسجل هنا وعالم ومعرفشيش هناك وصورتين محطوطة بدل اللوحة في الباب مكتوبة مهم واحدة استقبلتني وقاتلي انت او انا وقاتلي انا او انا وقاتلي اراك كسبتي معنا وقاتلي تكسب زيادة ان شاء الله الى اخر ايه وعطتني مقدمة الى اخر ايه للمكتب احنا كنحتفلو بالعيد الميلاد المكتب هذا المكتب سياحي اللي يوفر لك السياحة في الفناديق ويوفر لك المبيت في الفناديق والرحلات الى اخر ايه وقاتلي ايه وقاتلي ايه وقح نرحة ديه ورقات اللي كسبتي فيها هذا قد يتكلم معك الاخ الى اخر يتكلم معك وعد الاخ على الاجراءة المهمة الثانية يفسر ليه سياحة يفسر ليه الحاجة ايه قاتلي باش تبدأ معاك وقاتلي وقتح هناك مجدد وقاتلي هاتلي 30 الف درهم اذا مجدد 30 الف درهم انت تسجل الى اقل احنا تتجعلنا 1000 درهم انتبهت بان نصب وحدية للاخير انا ما عنديش فلوس تبغى نمشي للدار نجي بفلوس ونمشي للبنكات قال لي لا عندك السبب أنا عندي مشاكل مع البنك لا يمكن ليش نسحب هما شي ثلاثة ديال ديال الاربعة واربعة ديال البنات البنات شابهت يعني يغرق الموضوع يقوم تعطيهم ألف درهم كتصبيق يورطك في ثلاثين ألف درهم ويعلم الله ثلاثين ألف درهم كيفاش غدت طلبها هذا أوراق مزورة إلى آخرين لما تحريت الموضوع بقيتهم أنهم من النصابين النصابين على مستوى عالي جداً يعني يوهموا لك أنه مكتب سياحي ويمشي كده ويدير كده ويدير كده وجالسين في العمارة وكما كنحتش يلوحة ولا شيء يقولك هذا مكتب سياحي وإحنا مؤجرين إلى آخرين بالنسبة للسياحة هذه السياحة تحط رجلك بألف درهم تعطي تصبيق ألف درهم وعنك تسجل ساعتها تشوف شنو يقولوك إحتي تعطي ثلاثين ألف درهم عاد نعطوك الرحلة وإحتي تعطي ثلاثين ألف درهم يقولوك تدور على فلان وفلان وما كتعرف حتى أسماءهم هذا نصب واحتيال واقعي ترجمة نانسي قنقر